لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 7-1-106-111 حالتنا الطبية الخاصة للليلة مستمرة الموضوع التالي هو الهايبوغليسيميا أو انخفاض مستوى السكر بالدم عند المصابين بمرض السكر الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصماء أطلقت هالأسبوع حملة للتوعية حول هالمرض اللي بحسب الأحصاءات 79% من المصابين بالسكر النوع الأول و47% من النوع الثاني عانوا بفترة من فترات مرض من هبوط السكر وهيدي طبعا نسب تعتبر مرتفعة نحكي عن هالموضوع مع الأخصائية بأمراض الغدد والسكر الدكتورة باولا عطلة هلا وسهلا فيك دكتورة وشكرا لحضورك حضرتك بالإضافة لعياتك بجامعة ومستشفى القديس جاورجيوس هل الارتفاع اللي عم بتلاحظوه اليوم بالمرضى اللبنانيين هو مؤشر لشي؟ هلأ مرض السكري عامتا عم يزيد زياد بكل بلدين العالم مش بس بلبنان ودراسات بيانت إنو هالرقم بين هلأ وبين بعد عشرين سنة رح يدوبل وخاصة مرض السكري النوع الثاني اللي هو بيسيب الناس الكبار بالعمر لأن إحنا أول شي عم نعيش أكتر يعني عنا أكتر نسبة إنو نقدر ريسك أكتر إنو نصاب مرض السكري وبعدين في عنا عوامل خطورة كتير مهمة زيادة اللي هي قلة الحركة والسمنة والأكل الغلاط اللي هو عم بيخلينا نعمل مرض السكري أكتر معينو بحسب الدراسات العالمية إنو صحي إنو العمر عم بزيد بس كمان الطب عم يتقدم وبالتالي عم بيعالج المشاكل بطريقة حسن بس بعد يبدو إنو هيدا التوازن بعد ما تحقق الطب كتير عم يتقدم وبمرض السكري عم يتقدم كتير كل سنة عنا دواء أو دويان جديد عم يكتشفون بس الأمراض عم تتزايد وبالبنان عنا نسبة كتير قوية بمرض السكري بالنسبة لغير بلدين يعني تقريبا 14% من العالم بعد الأربعين سنة عندهم نسبة ريسك إنو يعملوا مرض السكري بحياتهم نعم وهبوط السكري عند المصابين بمرض السكري هو نتيجة شو؟ وهل هو شي طبيعي أو؟ هلا هوبوط السكري أول شي إذا بدنا نسميه ونعرف عنه الناس أوقات بيكون رأمهم بحسوا به هالعوارد اللي هلا بنحكي عنا بيكون رأمهم مش هالأدواتي بس هو لنعرف مصبوط على الهبوط هو رأم تحت السبعين يعني 0-70 جرام بالدم يعني تحت السبعين لنقول فيه هبوط بيعمل مية أو مية وخمسين أو مية وعشرين هدا منه هبوط هلا الهبوط بيصير أكتر شي بيجي عن جراء الأدوبي لمنعطيها لأمراض السكري لمريض السكري والهبوط لازم يكون عنده تسقيف المريض من أول مرة بيجلس مع طبيبه يقدر يعرفه شو هن العوارد لا يعرفها لأ المريض ما رح يفهم إنوها عوارد سكري هن العوائل هبوط السكر بس هبوط السكر بالدمه يصير تحت السبعين رح يعطي عوارد للمريض والمريض لازم يعرف شو هي العوارد لحتى يقدر يعالج الهبوط لأن الهبوط كتير مضر نعم أنا لأنه بس فيه شغلي هيا خليني أنا أفهمها لأنه حسيت حالي هلا ضعها شوي ضعها فيه مرض السكري ناس بيكون عندهم مرض سكري وعم يعملوا فيه علاج هل مرضى ممكن ينصابه بشيء اسمه هبوط السكر بالدم عندهم اللي هن كلهم يعني كل مريض سكري بالضرورة ينصاب بالهبوط أو لا لا هلا نحنا مريض السكري أول شي هو ارتفاع السكر بالدم ارتفاع السكر بالدم عنده عدية علاجات أول شي أهم شي التغذية وأهم شي الرياضة بزياد عليهم بيجي أدوية في عنا أدوية ما بتهبيت السكر يعني ما عندها هيدا عوارد جانبية أنه هي تعمل هبوط سكر بالدم فيه هدوية من النجبر نعطيها للمريض فيه عندها عوائب جانبية أنه يصير فيه هبوط سكر بالدم يعني ينزل الزيادة عن الزوم ينزل أكتر ما يزيد بس فيه عوامل هي اللي بتزيد لا ينزل عن الزوم يعني المريض لازم يكون بيعرف إذا أخذ حبة السكر حبة الدواء لازم يأكل من وراها إذا هو قفه وقعته الأكل أو مثلا تروأ وضنبله أكل لعشية للساعة الستة رح يعمل هبوط سكر لأن دواء بجسمه من جهة من جهة تاني إذا مثلا المريض أكل ورح عمل رياضة ما كان يعرف بده يعمل أكتر ماليزي وما أكل قبل هالرياضة هذا هالمصروف الحراري لكل حركة طبع العضل بتخلي استعمال سكر يعني هي الريقلاج بين الدواء والجسم بس يصير فيه خلل بيصير فيه هبوط الأكل والرياضة والدواء والهبوط أكتر شي بيصير عند الناس بتعلاجوا بقبل الأنسولين من هيك عندنا النوع الأول اللي هو علاجهم الأنسولين بيعملوا هبوطات أكتر من النوع الثاني اللي هو علاجهم أكتر الحبوب بس مع السنين بيصير يعوزوا أنسولين كمانا مش هنيك بيقولوا السكر هو أسلوب حياة مش بس علاج دواء يعني شو لك كان المريض يتعيش مع السكر ويصفحهم مظبوط شو الدواء اللي عم يخدوا وشو العواقب منه كيف لازم يأكل وشو لازم يعمل لحتى قدر يتناجق يتجنب هالعواقب شو بيعمل شو يعني هبوط يعني شو الهبوط إذا نزل السكر بالدم متل ما قلنا تحت السبعين رح يصير فيه عوارد أول شي العوارد نو الواحد ما أقول يباليش حس بتعرق كتير أو يعرق يحس حالو جوعان ما بق فيه واجع بمعته هو اللي بيعرفه نهين المريض انه يقدر يعرفه بس فيه عوارد إذا تعوق هالهبوط المريض ما عرفه ما أكل بيصيره أخطر يعني بيصير يزوغ نظره ما يقدر يفكر راسه تقيل رح يقلب على الأرض هذي كتير مخطرة لان إذا الواحد كان عم بسق السيارة وصارت له فيه عمل حادث إذا الواحد وعي بالليل وصار له هبوطه بتصير كتير عند الناس الكبار بالعمر بيقدر يقلب بالأرض ويكسر حاله يعني من هيك هولي بيكونوا مخطرين من هالناحية بس من الناحية التانية بتأثر على العوارد الجانبية اللي جاي من السكر لان احنا نعرف انه مرض السكرية بيعملنا كتير اشتراكات من هالاشتراكات بيسيبوا الشرايين الكبيرة والشرايين الصغيرة الشرايين الكبيرة عنا اكتر شي شرايين القلب وأمراض القلب إذا مريض دجا معرض ليعمل الجرحة بالقلب أو حيالها مرض من القلب هبوط السكر فيه أسر ويزد له هالنقص الدم اللي بيوصل على قلب القلب ويصير في عنده جرحة وذات الشي للشرايين الصغيرة هبوط السكر كتير بيضر العينين يعني مريض السكر اللي عنده اشتراكات بالشبكة طبعوله إذا عامل هبوط سكر قوي وكان فيه نزيف قبل بده يزيد هالنزيف من هيك مهمة كتير ما يكون في عنا هبوطات سكر دكتورة عطلة ليه التركيز السنة على هذا الموضوع هلأ أنا عم تلاحظوا أنه فيه كتير يعني الناس ما عم يدروا يعملوا هالتوازن بين الدواء والأكل هو كل سنة فيه مثل بيقوله مثل تام أو شعار لنهار العالم للسكري لأنهار العالم للسكري هو بـ 14-20 تاني مش بهالشهر والسنة التركيزي كتير هو أنه الواحد ما يقف الترويق وإذا ما قف الترويق لما يعمل هبوط بالنهار من هيك شوية فيه تركيز كمان على الهبوط بالسكر لأن ترويق كتير مهمة عند مالي بالسكر حالتنا اليوم حالي الترويق ترويق أبدا بلشناها بترويق وراح نختمها بعض شوية ترويق كتير مهمة عند مالي بالسكر هلأت بيانت أنه كتير مهمة لأن إذا عنده إبري يخده وما أكل رح يصير عنده هبوط ليصير الظهر والناس بعدها ما عنده الوعي الكافي إنه بس كونوا وصفين إنه الحب الصباح إنه الحب إزائلين له قبل الترويق يعني قبل الترويق مش بتخدها بالبيت الساعة ستة بترويق الساعة 12 بالشغل هيدا كتير مهمة نعم بهالوقت الحب بتكون علت لك الأنسلين بدمك رح يصير عندك هبوط سكر بيكون الهبوط من قلة التوعية مش لأنه أكل قليل أو لا يعني أنتو هيدا الموضوع بتعالجوه من خلال ترجعوا ترشدوا المريض على شو لازم يأكل كيف لازم يتصرف طيب بس يهبوط السكر شو الحال بس يهبوط السكر أول شي الواحد لازم يعرف شو هني العوارد لأن دغري أول شي لازم يععملوا ماي والسكر هي أهم شغل الواحد يخدها هلا إذا مش حدوا الماي والسكر موجودين هدا عن نحكي لأمريض سكر لأمريض سكر أكيد بده يشرب ماي والسكر وإلا الهبوط إذا تركناه فيه يوصل لغيبوبة فيه غيب عن الوعي ويصير بده مستشفى وإذا غيب عن الوعي والأعضاء المهمة بالجسم مثل الدماغ تأثرت ما بترجع يعني بيضم بغيبوبة كتير مهمة لك أول شي ماي والسكر حتى فيه برا نقاط بتعود عن السكر أو جال بيحطه بالتم إذا الماي والسكر ما وصل لعصير بيقدر يشربها فيه ناس بتعرف حالة أنه بتعمل هبوط كل حاملة بجزدينها بومبون أو شوكولات ما فيه دواء يعني لها الحال الدواء هي ما نعمل هبوط سكر نحنا ما لازم لازم نسأل المريض بكل مرة بيجي عند الحكيم إذا يجي لعنا إذا عم بيصلوا هالعوارض هو بيكون مبسوط لا أنا محافظة عليه دايما معي شوكولات بيجابتي ما مش هالشغلة إذا نشوف ليه الهبوط نخبر الحكيم صارت معنا نخفف لنا من الأدوية لا ما يصير الهبوط الهبوط قد يكون يعني إلنا أكل لنا رياضة بس قد يكون إنه دوز الدواء زيادة أكيد بقبرة كبنا نعدل بعيان الدواء يعني غالطة حكيم فينا مش غالطة حكيم الحكيم معقول وصف الدواء الدواء كان لازم بهالكمية أو السوق التقلير يعني السوق التقلير أو إنه الحكيم بعد ما فهم على الجسم مية بالمية لا مش قد يتفهم أول شيء يمكن بهالوقت مثلا إنت بها نهار جيت عند الطبيب عايزك هالكمية من الدواء بس إنت بعد شهرين بتحسن السكر تبعك وليزبك كمية أقل بس إنت ما رجعت على عيادة عند الحكيم رجعت بعد سنتين وبعدك عم تاخد زيت الكمية هاي دي شغلتك مش شغلة الحكيم مش الحكيم ما أدار لك وإنت بتكونوا طالبين مثلا مرضى السكر يجوا كل شهر كل ثلاثة شهر أكيد لا يراجعوا لمخزون السكر ونشوف شو وضعهم وصار فيه تقنية إنه الشخص هو منه لحاله فيه يعمل شيء مثلا لا يعرف مية بالمية فيه مكانات بيفحص لوحد سكر من أصبعه بيقدر يعرف حاله بس حس هالعوارد إنه صار عنده هبوط سكر ليه أدابا عم بيحسهم يتصل بطبيبه بيقول له أنا عم حس بيعدله بالدواء أو برجع بيشوفه يعني أكيد إذا ما ناخد الموضوع اللي يعني السكر بشكل عام عم تفهموا شو سبب تزايد الإصابة بالسكر هلأ التزايد أكتر شي هي زيادة السمنة وقلة الحركة حتى إنه المنظمة العالمية لمرض السكر هلأ عاطي الأرشدات إنه الواحد ما لازم يضم قاعد ساعة ونص بلا ما يقوم تسعين ديئة ما يضم قاعد ع كرسي بلا ما يقوم أدي صار ما شارو ما صار بدلا تقوم تتمشى شوي بتتزايد من الحركة تبعك لأن هيا كلها القاعدة هي مثل عوارض خطورة ليصير معك مرض السكر بعدين وكل الأمراض اللي جاي اللي ناتج منه يعني قلة الحركة زيادة الوزن وأكلت كل الفستفود والأشغل فيها كتير سعارات حرارية لأن كلها بتروحوا بتعملنا تخزين بالمواد الدهنية بالخليات الدهنية تبعيتنا وبتكبرنا إياها وبتعرضنا لمرض السكر أهم شيء الترويئة وأهم شيء مرض السكر يليزم دوريا يروحوا عند الأطباء تبعهم اللي يظلون محافظين وسيت إنه معي شوكولات بالشنطة بيخدها بس حسب الدوخة وبس هيا هذا مش شيء أبدا صحي لازم المرضى ينتبه من هذا الشيء وأهم شغلة اللي بيصلون عندهم هبوط سكر بالليل لأنه بيصلون هبوط سكر بالليل فيه وما يحسوا عليه يعني نعرف كتير ناس بيكونوا عندهم نوع الأول وعالقبر بيجي جوزة بالليل بيلاقيها كلها مسقعة مثلاً أو ما عم تنهز بيعرف بيتركها بيتركها حرام بيعرف دغري إنه عندها هبوط سكر وبيفحصها السكر بيشوف واطه لأن النوع الأول فيه قبر خصوصي بتنعمل دغري بالبيت للمريض ما يغيب عن لوعي إذا مش قادر يبلع لا يشرب مي والسكر وهيدا كتير مختر لأن الساعتها كمان إلو ويقاية وفي مكانات نقدر نحطها للمريض مثل إلية سيبر صغيرة هيك قدل 500 شو اسمها ليرة في 500 ليرة بيحطها على خسره بتسجله السكر بدمه على أسبوع بيقدر نعرف أمتى عم بيصير معه هبوطات لنقدر نزبط بالعليجية وبعيارك لا وهذه قصة الليلة يعني بعتيد أخطر شيء كتير خطرة أكيد دكتور عطالة شكرا لإليك يعطيك ألف عافية استراحة ومنرجع إلى الفقرة الأخيرة من حالة الليلة وميت ماي فرند كن صديقي تانكيو زافان بعد الفاصل ميت ماي فرند زافان يتعرف على جويس الريس مباشرة على الهواء أنا ماريو أنا يندي ميت او فرند جويس الريس بلاتول سيري مستمر معكم بعد الأعلان على الرقم الساخن 7-1-106-111 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر